أهلاً أعزائي مشاهدين في قناة تحليل الشطرانج 64 نعطي في هذا الفيديو ثلاثة أمثلة لحالات يسيطر بها اللاعب الأبيض على العمود مفتوح بقلعة ويتمكن بعد ذلك من تحقيق مكسب مادي ونعني بالعمود المفتوح العمود الذي لا يحتوي على الجنود من كلا الفريقين حيث تساعد السيطرة على عمود بالقلعة على إعطاء القلعة حركات أكثر مما ينتج عنه تحقيق مكسب تكتيكي أو استراتيجي نبدأ بالمثال الأول دور اللاعب الأسود بدلاً من أن يسيطر على العمود E بالقلعة ويحرك الجندي A7 إلى A6 وهنا تتحرك القلعة D1 إلى E1 وتسيطر على العمود E ويهدد اللاعب الأبيض بوصول القلعة إلى E8 كشمات ينقذ اللاعب الأسود الملك بالحركة G7 إلى G6 بعد ذلك تتحرك القلعة وتهدد الملك الأسود يبتعد الملك الأسود عن التهديد وأخيراً تأكل القلعة الفيل الأسود ويتقدم اللاعب الأبيض بثلاث نقاط ننتقل للمثال الثاني دور اللاعب الأسود بدلاً من أن يسيطر على العمود C بالقلعة ويحرك الجندي B7 إلى B6 والآن تتحرك القلعة B2 إلى C2 وتهدد بأكل الحصان الأسود كشمات ينقذ الحصان الأسود الملك من كشمات بالانتقال للمربع E7 بعد ذلك تتحرك القلعة C2 إلى C7 وتهدد الحصان والفيل الأسود ولا يمكن إنقاذ كلا القطعتين ومع مراعاة اللعب الجيد فإن اللاعب الأبيض سيف ووز باللعبة ننتقل للمثال رقم ثلاثة دور اللاعب الأسود بدلاً من أن يسيطر على العمود D بالقلعة B7 يحرك الجندي A7 إلى A6 والآن تتحرك القلعة E3 إلى D3 وتهدد الحصان الغير محمي وفي نفس الوقت تعطي مجال للفيل لكي يصل المربع D2 ويهدد الملك الأسود ليكسب بعد ذلك القلعة H6 دور اللاعب الأسود ينقذ الحصان بالتحرك إلى C6 والآن يتحرك الفيل إلى D2 كش ملك؟ يبتعد الملك عن التهديد يأكل الفيل القلعة ويأكل ملك الفيل ويتقدم اللاعب الأبيض بنقطتين حسناً وصلنا لنهاية هذا الدرس ولكن تذكروا حاولوا في ألعابكم أن تسيطر أحد القلعتين على عمود مفتوح وذلك لكي يكون للقلعة حركات أكثر مما يساعد على تحقيق مكسب مادي أتمنى أن يكون قد عجبكم المقطع ولا تنسون شير وسبسكرايب ولايك كما يمكنكم متابعتنا على حساب الإنستغرام تحليل الشطرنج 64 شكراً على المتابعة وأراكم في مقطع قادم بإذن الله شكراً على المتابعة شكراً على المتابعة